الفنانة مية عز الدين بترقص وتتنطط ولك إنها بنت عندها لسه 20 سنة ظهرت مع بنت صغيرة قالوا عليها بنتها إيه حكاية فيديوهات الفنانة مية عز الدين على تيك توك وهل البنت اللي ظهرت معها دي بنتها كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده انتشار مفاجئ للفنانة الكبيرة مية عز الدين على تيك توك عشرات الفيديوهات كلها تخص الفنانة وأشخاص تنين معها آخر الفيديوهات اللي عملت جدل كانت فيه الفنانة مية عز الدين مع بنت صغيرة اتقال عنها إنها بنتها الفنانة مية عز الدين والبنت ظهروا في كامل أناقتهم حلوين ومفيش أحلى منهم لياقة ورشاحة مفيش أحسن من كده اللي تنبي رؤوسوا على نغامات أغنية شهيرة منتشرة دلوقتي على تيك توك وعملة تفاعل كبير فيديو مية عز الدين والبنت جامع أكتر من 3 مليون مشاهدة في وقت قليل جدا الفنانة مية عز الدين محبوبة جدا ومجرد ظهورها على تيك توك عملت حالة عليه والكل بدأ يتكلم عنها في اللي قال إنها خلصة بتلفن واتجهت للتيك توك تعمل عليه فيديوهات هي في الاتنين فنانة كبيرة وليها اسمها اللي أكيد مدون في تاريخ الفن في مصر مية عز الدين في فيديوهاتها على التيك توك لاحظ الجمهور كم حاجة على خاصة لكم في الفيديو ده أول حاجة انتبه لها الجمهور كانت البنت اللي ظهرت معاها في الفيديوهات البعض قال إن دي بنت الفنانة الكبيرة مية عز الدين طيب لو هي بنتها فمين أبوها؟ الحقيقة ندي مش بنت الفنانة الكبيرة مية عز الدين ولا الفنانة أصلا متجاوزة لحد دلوقتي مية قالت في تصريحات سبق ليها النسبة في عدم جوازها لحد دلوقتي هو إنها مش عايزة تتجاوز جواز تقليدي كده وخلاص ده لشكل ما في حياتها أو تفاصيل مش كده بسهل الفنانة مية عز الدين عندها تقريبا 44 سنة وده وفق لمعلومات ذكرها موقع بصراحة الإغباري في تقرير لي من شهورة المهم إنه على الرغم من عمر الفنانة مية عز الدين الكبيرة نسبيا إلا إنها برضو ما شاء الله عليها بتتمتع بجمال كبير ورشاقة مش عندي شباب في العشرنات ده على كلام جمهورها اللي فضلوا كتير يمضحوا في جمالها وحلوتها قالوا عليها تبتصغر في السن مش بتكبر كل يوم عن يوم ما شاء الله شكلها بيحلى وأكتر وبتزيد رشاقة ده فيه اللي زاد في الكلام وشكك في الفيديوهات بتاعتها وقال إنها يمكن تكون معمولة بالذكالة الصناعي أو متعدل على الفيديوهات دي بفلاتر أو حاجات زي كده ما هو الكل مستغرب من رشاقتها العالية دي كانت بتنافس في الرأس بنت صغيرة لسه وكذبة البنت كمان اللي لفت النظر كمان في فيديوهات الفنانة ما يعز الدين على تيك توك كان فيديو ليها ظهر في دراعها قريب من الكاميرا شوية واللي ركزوا في الفيديو ده بالتحديد اكتشفوا إن الفنانة ما يعز الدين عاملة تاتوه على دراعها اليمين والتاتوه نفسه معمول في شعار أو علامة زي القلب كده وده خلى برضو بعض من جمهورها يقول إنها يمكن تكون في علاقة حب ولا حاجة هيا الفترة اللي فاتت طال عليها شائعات كتير وده تقال أكتر من مرة أنها مرتبطة بالفنان أحمد سعيد صالح لكن الفنان بنفسه نفى الكلام ده كتير جدا ترجمة نانسي قنقر